شن الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على أحياء في الضحية الجنوبية لبيروت الغارات الإسرائيلية تأتي بعد تحذيرات أطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق في الضاحية مطالبا بإخلائها فورا قبل البدء بتنفيذ هجمات جوية عليها حزب الله قال في بيان له أن الجيش الإسرائيلي حاول التسلل إلى بلدة العديس الجنوبية حيث دارت اشتباكات عنيفة غارتان متتاليتين سجلهما هذا الليل يرتفع معهم عدد الغارات لهذه الليلة إلى سبع هتين الغارتين سمعتا بقوة هنا نحتحدث عن غارتين قويتين أصابة حصلا قرب مجمع سيد الشهداء لأن انذارا إسرائيليا سبق هتين الغارتين ونبه بإخلاء المباني قرب مجمع سيد الشهداء في حارة حريك وأيضا بمحيط جامع القائم هذه المنطقة التي كان استهدفها الإسرائيلي فيما قبل يوم استهداف إبراهيم عقيل وعدد من القادة يعني بذلك تكون حصيلة غارات اليوم تخطت المية وخمسين غارة وإذا أردنا أن نتحدث أيضا بالأرقام الأربعة وعشرين ساعة الماضية كان فيها تسجيل لمقتل سبعة وثلاثين شخصا يعني يضاف إلى إجمال عدد القتلى منذ بداية المواجهات الرقم الذي ارتفع إلى 2011 شخصا طوال هذه المواجهات أو ما عرفه بجبهة الإسناد التي بدأت منذ 8 أكتوبر هذا الرقم طبعا مرتفع يعني إذا أردنا أن نقيصه بعدد القتلى أو من المدنيين في حرب تموز 2006 في وقتها كان عدد القتلى يناهز 2200 شخص مقابل 250 من قتلى حزب الله بالتالي يعني معظم القتلى 2011 وقعوا خلال المواجهات الأخيرة مع تصاعد العمليات العسكرية إذن أذكر سبعة غارات سجلت بعد منتصف هذه الليلة وطالت مناطق من برج بلبراجيني وحر تحريك حتى الشويفات طلاها سبقها أقصد انذارات إسرائيلية بضرورة الإخلاء هذا الإخلاء الذي أصبح شبه شكليا كون المنطقة وأعني هنا الضاحية الجنوبية ومحيطها أصبحت شبه خالية من سكانها مع استمرار عمليات القصف التي تطالها بشكل شبه يومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر